حتى يتبين لهم أنه الحق بسم الله الرحمن الرحيم أحبتي في الله أحد الملحدين اعترض على القرآن الكريم وقال هذا الكتاب لا يمكن أن يكون من عند الله لماذا لأنه يعد أو يرغب المؤمنين به بجنة فيها حور عين مليئة بالجنس بممارسة الجنس فيقول الإله يترفع عن هذا الموضوع وأن القرآن يتحدث عن الحور العين وكل واحد له مثلا حوريات والجنة كلها عبارة عن ممارسة جنس وكذا 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 وهذا الكلام طيب القرآن العظيم أيها الأحبة يرد على هذا الملحد وغيره القرآن يتألف من 6236 آية لا توجد ولا آية واحدة تتحدث عن ممارسة الجنس في الجنة أعطوني هذه الآية هذا أول خطأ يرتكبه الملحد عندما يحاول أن يشوه آيات القرآن القرآن العظيم يسمح بعلاقة واحدة في الجنة بين الرجل والمرأة هي علاقة الزوجية نفس العلاقة يسمح بها في الدنيا يعني أنت أيها الملحد لك زوجة طيب في الجنة ما الذي يمنع أن يكون للمؤمن زوجة لماذا ترضى لك في الدنيا وتقول في الآخرة إن الله جعل للمؤمنين أزواج مطهرة حتى عندما يتحدث القرآن عن الحور العين لا يتحدث عنهم كوسيلة أو كآلات لممارسة الجنس أبدا يعني أقرأ القرآن أحبتي في الله للأسف يعني الملحد يأخذ الآية ويفسرها على هواه ما يقول لك لا يعقل أن يكون الإله خالق الكون بهذه المواصفات أنت من وضعت هذه المواصفات لا وجود لها إلا في دماغك في خيالك فقط أنا هنا أيها الأحبة سأستخدم برنامج إحصاء القرآن لنقوم بإحصاء كل الآيات التي فيها الحور تحدثت عن الحور وهي أربع آيات أول آية هنا أيها الأحبة في هذه الآية رد كافي على هذا الملحد وغيره انظروا أحبة هذه الآية لا يتعرضون لها لماذا؟ لأنها ترد عليهم كذلك وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِيْنَ دققوا على كلمة زَوَّجْنَاهُمْ زَوَّجْنَاهُمْ سبحان الله هذه الآية ترد عليك أيها الملحد لأنها تتحدث عن علاقة زواج وليس علاقة جنسية الإنسان عندما يتزوج امرأة يعني الجماع هو أحد الأهداف فقط وإلا الحياة فيها الكثير من الأعمال يعملها الإنسان كذلك في الجنة هناك أعمال كثيرة منها جزء جانب هو المتعة وهذه المتعة ليست مثل الدنيا في الجنة لا يوجد تناسل وأولاد وحمل وولادة وغير ذلك لذلك المتعة ستكون مختلفة عن الدنيا تماما شكل الأجساد مختلف الخلايا لا تموت يوم القيامة هذه الخلايا لا تموت نحن في الدنيا كل خلية لها عمر محدد هناك خلايا تعيش أيام خلايا تعيش أسابيع أو أشهر أما في الجنة الله سبحانه وتعالى يخلق لك هذا الجسد خالدين فيها أبدا إذن القوانين الفيزيائية تختلف ولكن يبقى القانون ثابت قانون الزوجية الله لا يرضى بأي علاقة خارج إطار الزواج في الجنة وهذا يرد على كل الملحدين الذين يدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم أو القرآن وعد المؤمنين بالحور العين وكأنه يتحدث عن أمور جنسية أو كذا وهذا الكلام غير موجود أيها الأحبة أنا سأتأمل معكم الآيات كذلك وزوجناهم بحور العين طيب الآية الثانية متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور العين أيضا زوجناهم هنا أيها الأحبة هذه هي الآية وزوجناهم بحور العين طيب أين ممارسة الجنس؟ لا أعلم هنا حور مقصورات في الخيام يعني مثل الجوهر المكنونة المحفوظة لم يطل عليها أحد لم يرها أحد اليوم أيها الأحبة القطعة الأثرية النادرة النادرة جدا تقول إنه مثلا مضى عليها ألاف سنين لم يلمسها أحد لم يطل عليها أحد لم يرها أحد لها قيمة عالية الله أراد أن يقول لك أيها المؤمن يوم القيامة سيعطيك زوجة مطهرة قمة في البراءة والطهرة والعفاف والجمال وكل المواصفات التي تجعلك سعيدا في هذه الجنة ما هو الخطأ؟ ماذا تريد من هذا الإله عز وجل أن يعطيك؟ هي الجنة مكافأة للمؤمن نحن الآن على الدنيا أهم متعتين هي الزواج والطعام طيب هذه المتعة التي وضعها الله في الدنيا قال سأعطيك هذه المتعة ولكن ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وبشكل أعلى بكثير وأنقى وأكثر طهارة إذن أين الخطأ؟ لا أدري الآية الرابعة وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون طيب ما هي المشكلة إذا متع الله عباده كمكافأة لهم بأزواج مطهرة؟ لا أدري يعني أنتم أيها الملحدون تجلسون في دول غربية غالبا يعني الذين يهاجمون الإسلام وتجد أنه يعطي لنفسه كل المتعة ممارسة الجنس وغير ذلك ويعتبرها حق مشروع وعندما يعيد الله عباده المؤمنين بزوجة مطهرة أزواج مطهرة يعني أنا سأبحث عن كلمة أزواج في القرآن أيها الأحبة لأجد أنها تكررت مثلا هنا عن الجنة ولهم فيها أزواج مطهرة انظر أيها الملحد رجاء أزواج ماذا؟ أزواج مطهرة صفة الطهرة هي الصفة التي يريدها الله سبحانه وتعالى الصفة التي يريدها الله هي صفة الطهرة لا يوجد ممارسة جنس في الجنة بشكل الذي أنت تظنه يعني هي علاقة زوجية طاهرة بريئة فيها متعة فيها سعادة فيها حمد لله ثم من قال لك إن الجنة ليس فيها إلا الأزواج في الجنة أنت دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وقالوا الحمد لله يعني دعونا نتأمل أيها الأحبة في أواخر سورة الزمر وأورثنا الأرض وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وقالوا الحمد لله إذن هناك ذكر وحمد ونظر إلى وجهه الكريم بالإضافة لمتع يعني ليس هناك نوم ليس هناك مشاكل ليس هناك هم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين كل الآيات في القرآن الكريم تتحدث عن علاقة علاقة بين الأزواج فقط مثلا نبحث عن كلمة جنات جنات تجري من تحتها الأنهار لهم فيها أزواج مطهرة الآية الثانية جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله من أين تأتون بهذه الإفتراءات ممارسة جنس يا أخي عقولكم هذا السيناريو موجود في عقلك فقط غير موجود في الجنة في الجنة هناك زوجة مطهرة آية الثالثة جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين طيب جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله طيب التي بعدها لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار الآية التي بعدها يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار طيب بعد سندخلهم جنات تجري من تحتها أين الجنس هذا الموجود في دماغك أين هو في القرآن أنا الآن أفتش ولو سأطيل عليكم قليلا طيب ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار طيب لأدخلناهم جنات نعيم فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين جنات تجري من تحتها الأنهار رضي الله عنهم ورضوا عنه يا أخي أنتم لا تفهمون معنى رضى الله معنى رضي الله عنهم ورضوا عنه يعني محرومون من تذوق هذه النعمة نعمة رضوان الله في الجنة يوجد رضوان لله عز وجل يوجد مناجاة بينك وبين الله حمد دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين أين تأتون بهذا الكلام الفارغ طيب هنا يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم أين ذكر الجنس في هذه الآيات فقط أنا أحب أن يعني أنا أعتب على هؤلاء الذين يتأثرون بهؤلاء الملحدين اقرأ القرآن يا أخي قبل أن تتأثر رجاءا عندما يقول لك ملحد إلهكم وعد المؤمنين به بالحور العين والجنس والخيام التي يمارس فيها الجنس وربما قالوا جنس جماعي وما أعرف شو طيب قبل أن تتأثر بهذا الكلام افتح القرآن وقل له من أين جئت بهذا الكلام جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم إذن الأكبر من الجنة نفسها هو رضوان الله أن يرضى عنك الله أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم طيب وهنا أيضا لهم جنات تجري تحتها الأنهار إن الذين آمنوا نفس نفس الصياغة من أول قرآن لآخره 69 مرة طيب مثلا الجنة الجنة لنرى كلمة الجنة في القرآن مثلا في قصة آدم تبدأ سبحان الله ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة حتى سيدنا آدم لم يسمح له الله أن يقيم علاقة خارج إطار الزوجية اسكن أنت وزوجك الجنة يعني هذا يؤكد أن الجنة هي علاقة بين زوجين مؤمنين ما الغلط في ذلك لا أدري والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة يوم فيها خالدون طيب أم حسبتم أن تدخلوا الجنة وهنا أيضا والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه أين ممارسة الجنة في الجنة كما تفترون فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور طيب هذه الآيات يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرة أين أين هذه الممارسات التي تفترون على الله وعلى الناس وتستغبون الناس للأسف لا أرى أي لا يدخلون الجنة عن الكفار وعليه ذو بالله ونزعنا ما في صدرهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لو لأن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون إذن أيها الملحدون لا تفتروا على الله كذبا جنة الله فيها ذكر الله وفيها النظر إلى وجهه الكريم وهو من أعظم النعم وألذ شيء أن تنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى الكريم فيها رضوان من الله فيها ذكر وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمي بالإضافة لكل هذه النعم هناك أنهار من عسل وأنهار من خمر لذة للشاربين لا تذهب العقل على عكس خمر الدنيا أنهار من ماء غير آس أنهار من عسل مصفى فيها فاكهة فيها زوجة مطهرة هذه هي الجنة فلماذا تعترض تريد النار اذهب إلى النار لا مشكلة هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون فإذا كنت أنت لا تريد هذه الجنة النار بانتظارك أما أنا نصيحتي إلى كل ملحد أنا أريد لك الخير اقرأ الآيات قبل أن تحكم على القرآن اقرأ الآيات جيدا اليوم لدينا برنامج إحصاء القرآن اكتب الجنة تخرج لك كل الآيات جنات تخرج لك كل الآيات اقرأها بإنصاف بتأمل ولا تفتري على الناس ولا تستغبع أقول الناس رجاء نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الهداية وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق